أهلا بكم في هذه النشرة الإخباريات الجديدة حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المتخصصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو المقبل كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء بحيث يشمل المتحف السيارة الذاتية لعظماء الوطن ولمقتنياتهم ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام ولتراثها وتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال وصالح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن هذه التوجهات تأتي انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق